يعد النسر واحدا من الطيور المعمرة حيث أكدت أكثر من دراسة أن عمر النسر في المعتاد يتراوح ما بين 40 و45 عاما تقريبا وهي مدة طويلة بنسبة كبيرة مقارنة بمختلف أعمار الطيور الجارحة الأخرى والطيور بشكل عام وعادة ما يتم انتحار النسر خلال تلك الفترة والنسر عادة في فترة منتصف العمر الافتراضي المحدد لهذا النوع من الكائنات الحية أي بعد تجاوز عمره 45 عاما تقريبا ويتم ذلك بشكل أشبه بسلوك الانتحار البشري التقليدي عن طريق إلقاء النفس من فوق مكان المرتفعين باتجاه الأرض حيث يقرر النسر الانتحار فإنه يحلق إلى إحدى القمم المرتفعة بقدر استطاعته ثم يضم جناحيه إلى جانب جسمه ويميل برأسه إلى الأمام ومن ثم يترك جسمه يسقط في الهواء دون أن يقوم بفرد جناحيه وعليه فإنه يستمر في الصوق إلى أن يرتطم بالأرض من تلك المسافة الشاهقة فيموت في الحال يرجع انتحار النسر وفقا لما أورده علماء الأحياء إلى شعوره بالعز عن مواصلة الحياة نتيجة تراجع قدراته مع تقدمه في العمر حيث أنه يفقد قوة بصر الطيور المعروفة والتي تمكنه من تحديد مواقع فرائسه ومصادر غذائه على الأرض أثناء التحليق كما أن ريشه يصبح أكثر كتافة وتقلا وبالتالي تضعف أجنحته بشكل ملحوظ مما يجعله عاجزا عن التحليق لمسافات طويلة مما يجعله عاجزا عن مواصلة حياته بشكل طبيعي إذ أن بعض أنواع النسور مصنفة دمن الطيور المهاجرة مثل النسر الدهبي ويرشع علماء الأحياء انتحار النسر إلى أسباب نفسية من ثم يمكن اعتبار تقدم النسور في العمر وضعف حواسها يصبها بما يشبه الاكتئاب الحاد ويدفعها إلى إنهاء حياتها بتلك الصورة الغريبة الحقائق الغريبة المتعلقة بسلوك النسور لا تتوقف عند حد اتخاذ قرار الانتحار بل إن العلماء أكدوا أن الانتحار النسور هو خطوة أخيرة يقدم عليها عادة بعد استنفاذ كافة محاولات البقاء وأبرطها ما يعرف باسم محاولة التجديد حين يصل النسر إلى خمسون عاما ويبدأ في استشعار تقل ريشه وضعف منقاره فإنه يصعد إلى وشه ويبدأ في نتف ريشه ثم يضرب منقاره بأحدى السخور القوية حتى يتحطم ورغم أن ذلك السلوك يصبه بألم شديد إلا أنه يقوم به تمسكا بالحياة إذ أنه بعد خمسة عشر يوما يعاد نمو المنقار مرة أخرى ويتكون الريش فوق جسده ومن تم يستبعد قدرته على التحليق ومواصلة الحياة وأغلب النصور التي أقدمت على تلك الخطوة تمكنت من مواصلة الحياة حتى مئة عام شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيفي قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابعونا في لعشان يوتيوب ونشاهدوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي ونشاهدوا الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر